اشتركوا في القناة هذا جدول مدرسي كل مدارس عدها جدول والجدول تمشي به حسب الدروس كتابك نحتاجه يكون امامك صفحة 66 وايضا الكراس لان راح نحل التمارين المتعلقة بالموضوع هذا جدول للطلاب لمدرسة في انجلترا كيف تختلف هذا الجدول عن مدرستك يعني الجدول مالتك انت الخاص بك طبعا هذا جدول اللي هو الصف الثاني المتوسط طبعا هنا عدنا السكندري الاسمى الفوكابلور اللي راح موجود يكون عندك لازم تحفظه اللي هو هنا هيتتغير 66 مثل ما قلنا السكندري الثانوية هوم يكونوميكس اقتصاد منزلي ريليجيس التربية الاسلامية ريليجيس ادوكيشن طبعا ادوكيشن وهي تلفظ ادوكيشن ادوكيشن تربية الاسلامية فيزيكال ادوكيشن تعليم الفيزيائي وهيستوري والتاريخ جيوغرافي الجغرافيا ساينس العلوم وسبجكت اللي هو موضوع والسبجكت يعني المواضع الدراسية برياضيات هي هذه ميوزيك اللي هي الموسيقى information technology معلومات الائتي هذا ما اخذي انتوا قابل يعني بالسادس ابتدائي information technology هي معلومات تكنولوجية الائتي فنية الارت و time table اللي هو الجدول منطينا هو time table هنا مثل ما شوفون Monday اللي هو يوم الاثنين يبدأ عدهم Monday لحد عدهم عطلة يعني بانقلتها راح نجاي نحتي عدهم ثمانة ونص انجليش عدهم بالتسعة وخمسطعش maths طبعا بالعشرة عدهم break يعني شوف يختلف هذا عن جدولنا break يعني هو فرصة geography عدهم بالعشرة وخمسطعش أوكي ربع ساعدهم شوف فصل يعني خمسطعش دقيقة هاي الاستراحة عدنا geography اللي هو بالعشرة وPE physical education قلنا هذا الجدول يعني end of the day نهاية اليوم lunch هنا عدهم غداء break هنا استراحة ثلاثة استراحات مثل ما تشوفون الغداء شوف منطي فترة طويلة من خمسة واربعين تقريب تقريب ثلاث ساعة هنا عدهم الغداء والend of the day شوف الدوام ينتهي بثلاثة وخمسطعش دقيقة اوكي بالثنتين ونص geography كلها هذي المواد الان قريناها بالنسبة ل الاسماء math هو الرياضيات french عدهم الفرنسية طبعا هذا الجدول ما للايام بهالشكل هذا مرتب كل يوم بيوم وساعات عدهم music ما عدنا music مدارسنا درس الموسيقى عدهم geography ما عدهم religious يمكن عدهم عدهم home economy economic اللي هو المنزلي الاقتصاد المنزلي وحكذا اذا المطلوب شنو بهذا الجدول المطلوب شنو لعدنا المطلوب عدة اشياء اوشي الاختصارات وثاني شي الاسئلة اللي موجودة على هذا الجدول يقول هاو ماني سكول هاو ماني سكول داز اه هاو ماني سكول داز ارد شكت عالجدول هاو ماني سكول داز كم يوم دامون واحد اثنيا ثلاثة اربعة خمسة فايف اوكي فايف هاو ماني هاو ماني شنو الايام سكول داز عدنا المون دا توس دا ونس ثرس دا وفرايدي جايد وموهن ذني الخمسة ايام زين بالنسبة الايام الاسبوع هذي مهمة لك انو انت تعرف ايام الاسبوع لازم دائما تكتب بدايتها بال بالحرف الكبير زين السؤال هو هاو ماني خمسة ستة اوكي سكس عدد دروس سكس هي هي ست دروس عدهم يوميا اوكي هذا السبال اللي قلنا علي تختصر ب IT الماثماتيكس الماث او مرات تكتب غالبا Maths اوكي Physical Education PE يعني تجيك بالامتحان تجيك PE انت لازم تكتب Physical Education فهذه تحفظ املاءها تماما Religious Education Religious Education اللي هو التعليم الديني وقلنا RE اختصارها هنا عدنا بصفحة 83 بالكراس يريد من عدنا ان انقدم هذا انحل هذا التمرين اللي هو تمرين بسيط طبعا اكو تمارين اخرى ما راح ندخل بتفاصيلها لاني قارن بين الجدول مالتك والجدول الثاني مو مهمة بالدرجة الاولى همشي عدنا هذا والمعلومات والمفردات تحفظ اللي قلنا عليهم في بداية الدرس Geography اللي هي Geography History التاريخ Home Economics اللي هو الاقتصاد المنزلي Information Technology اللي هي IT تكنولوجيا المعلومات و Mathematics اللي هي الرياضيات و Physical Education اللي هو التعليم البدني Physical Education فيزيائي و Science اللي هو العلوم فمثل ما تشوفون الطلاب هنا جاي يتمرنون فهذا عدهم Physical Education Physical Education اوكي هنا عدنا تاريخ والامور والحرف فنقول This is History History جيد اللي بعد تشوفون خارطة وبلدان معناها الجغرافية والجغرافية قلنا اسمها Geography Geography اوكي Geography عدنا هنا جاي يطبخون وجاي يسوون بالبيت فهذا Home Economics Home Economics تدبير منزلي و عدنا هنا يعني علوم و يعني اشياء القوارير هذه هذا نسمي Science اللي هو العلوم و عدنا هنا الحاسوب وتكنيات الحاسوب IT أو Information Technology Information Technology طبعا الشريحة مكررة عدنا بالكتاب أو بالكراس هو المقطع الأخير اللي هو Mathematics على ما أتذكر يعني و يكون نهاية هذا طبعا الدرس اتمنى ان شاء الله عجبكم الدرس وهو درس بسيط وسريع المطلوب من عندك شغلطيا اللي هو الإملاء وأيضا حفظ المعلومات المتعلقة بهذا الدرس الكلمات والمفردات المهمة لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب لكنا حتى نستمر إياكم إن شاء الله في أمان الله شكرا